أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن أسباب فشل تاشيش البويضة توجد بعض العوامل التي تؤدي إلى فشل كافة طرق طبيعية لحدوث التلقيح وتقف بمثابة عائق في تحقيق حلم الإنجاب لدى الزوجين البعض منها قد توصل إليها العلم والبعض الآخر يحاول العلم أن يصل إلى تفسير لها إذا أن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يكون فيها كلا الزوجين تثبت سلامة كافة الفحوصات وجاهزيتهم للإنجاب لكنه لا يحدث لأسباب مجهولة ولكن الأسباب المعلومة حتى وقتنا هذا سنستعرضها فيما يلي الأسباب الجنينية أو العوامل الوراثية التي تتعلق بتركيبة البويضة نفسها أو الحيوانات المنوية الأمر الذي يؤدي من منع انقسام البويضة وجود بعض الأورام الليفية أو تكاثر الخلايا السرطانية في الرحم أو وجود تشوهات في الرحم الأمر الذي يؤدي إلى فشل التلقيح الإصابة بمشكلات العدات الدرقية أو الإصابة بمرض السكري أو وجود بعض أمراض المناعة الذاتية وجود انسداد في قناة فالوب وجود خلل في البويضات أو الحيوانات المنوية أسباب فشل تلقيح البويضة توجد بعض العوامل التي تؤدي إلى فشل تلقيح البويضة مما يؤدي إلى عدم حدوث الإنجاب ومن ضمن تلك الأسباب ما يأتي غياب الإباضة لدى المرأة قد تنخفض معدلات الخصوبة لدى المرأة بسبب بعض العوامل والتي من أبرزها الإصابة بالسبنة والبدانة أو الإصابة بمتلازمة تكيّسات المبيض وهي إحدى الحالات المرضية التي تستوجب استشارة الطبيب المختص كما أن مشكلات الغدة الدرقية تؤثر على مستويات الإباضة والخصوبة لدى المرأة وجود مشكلات في الجهاز التناسلية عند الرجال هناك بعض الرجال المصابون بنقص في إنتاج الحيوانات المنوية أو زيادة في لزوجتها الأمر الذي يؤدي لفشل التخصيب إذا أن الأسباب لا تتعلق بالمرأة دوما مشكلات صحية في الجهاز التناسلي للمرأة والتي من أبرزها وجود مشكلات في قناة فالوب كما سبق وذكرنا أو الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة والتي تمنع حدوث الإنجاب الإصابة بداء الكلاميديا الأمراض المنقولة جنسياً من ضمن العوامل التي تؤدي إلى فشل تلقيح البويضة وأمراض التهاب الحوض تجاوز عمر المرأة ثلاثة والثلاثون خضوعها إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي الخاص بمرض السرطان التدخين وإدمان الكحوليات إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوكم تسوون لايك وسبسكريب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر